مرحبا و تحياتي إلى الجميع مدينة الشمس المدينة الفاضلة والمثالية والعادلة خلم البشرية وذروة التقدم والتمدن الإنساني مدينة الشمس هي المدينة التي تصورها الفيلسوف الإيطالي الكبير توماس كامبانيلا طبعا لكي تكون النموذج الأرقى بين المدن والممالك البشرية في حينه وطبعا كامبانيلا نشر كتاب خاص عرض فيه لفكرة هذه المدينة الفاضلة واسماه بمدينة الشمس وطبعا عمل كامبانيلا يأتي بعد نشر توماس مور لكتابه المؤسس يوتوبيا ولذلك يعد كتاب مدينة الشمس أو يعتبر كتاب مدينة الشمس أيضا من كتب اليوتوبيا لبل من أوائل الكتب التي تنتمي إلى هذا النوع الأدبي أدب اليوتوبيا ولنقول أن كامبانيلا أسس هذه المدينة الفاضلة على المبادئ والأسس الفلسفية التي طبعا تصورها الفيلسوف اليوناني الكبير أفلاطون في جمهوريته الفاضلة لكن أيضا من المهم القول بأن كامبانيلا يعني عارض وخلف أفلاطون في بعض الأمور كذلك استوحى كامبانيلا من توماس مور بعض الأفكار طبعا من جزيرة يوتوبيا وأيضا في نفس الوقت خلفه في أخرى يعني مثلا اختلف كامبانيلا مع أفلاطون في مسألة التنظيم داخل المدينة وفي مسألة مثلا توزيع المهام والأعمال سواء على حكام المدينة سواء على حكام المدينة أو على عامة الناس ومن جهة أخرى اختلف مثلا مع مور في مسألة إطلاق الحريات داخل المدينة ففي داخل مدينة مور في داخل جزيرة مور اليوتوبيا يعني هناك حرية مطلقة في يعني على كل الأصائد بينما لأ الحرية مقيدة يعني نوعا ما في داخل مدينة الشمس لكامبانيلا طبعا على الرغم من أن كامبانيلا اتفق معمور على النموذج الاشتراكي للحكم ويشرف على إدارة مدينة الشمس حكيم فيلسوف يترأس يعني مجلس من الحكماء والفلاسفة ويجب أن تتوفر في شخص هذا الحاكم يعني عدة شروط منها أن يكون مثلا أكثر الحكماء علما وحلما وطهارة نفس مثلا وطبعا عدالة وطبعا يكون ذو أخلاق مجيدة أو حميدة وكما نلاحظ هنا أيضا فكامبانيلا يعني اختار تقريبا نفس صفات الحاكم التي اختارها الفرابي ليكون حاكما للمدينة الفاضلة طبعا كما يعني قدم الفرابي هذه الفكرة في كتابه أهل المدينة الفاضلة فكما قلت يترأس الحكيم الفيلسوف مجلس من الفلاسفة يعني مؤلف من ثلاثة أشخاص هم إن أردتم يعني أشبه بمجلس الوزراء اليوم أو بالسلطة التنفيذية فمثلا هناك وزير للدفاع طبعا مهمته هي الدفاع عن الدولة وأصلا مدينة الشمس لا تخوض إلا حروب دفاعية لصد مثلا اعتداء خارجي أو أي اعتداء آثم على الدولة لكن من المهم الإشارة أيضا إلى أن قانون مدينة الشمس يجيز الحرب الهجومية في حالة واحدة ووحيدة تتمثل مثلا في إنقاذ شعب مضطهض يتعرض مثلا للإبادة الجماعية والتدريب على السلاح وعلى القتال فرض على كل إنسان في مدينة الشمس يعني لا فرق في ذلك بين رجل وإمرأة أيضا هناك وزير للتربية والتعليم يعني إذا استعملنا هذا المصطلح ومهمة هذا الوزير تقتضي الإشراف على تعليم الشعب وتثقيفه وطبعا لا داعي للقول بأن التعليم إجباري في مملكة كامبانيلا يعني يستوي في ذلك الذكور والإناث وفي كل مدينة وفي كل قرية وفي كل منطقة وفي كل يعني محلة هناك مدارس تفتح أبوابها للطلاب بشكل مجاني طبعا التعليم مختلط والمنهج موحد والمواد الدراسية هي الفلسفة والحكمة والعلوم الطبيعية وهناك كتاب يعني ألفه كامبانيلا يعني هو الكتاب الأساسي في هذه المدرسة في حين مثلا يعني نلاحظ أن علوم اللغة والنحو يعني غير مدرجة في منهج الدراسة لأنها بحسب كامبانيلا يعني توصل إلى حالة من الجمود الفكري لأن يعني الانصراف إلى دراسة اللغة والنحو والتعمق في هذه الأمور يعني سيجعل من العقل يدور فقط حول المعاني والألفاظ وبالتالي سيبتعد التعليم عن الجوهر المتمثل في تحفيز العقل ليكون مبدعا وخلاقا أيضا لا يقتصر التعليم يعني فقط على المدارس بل يمتد إلى الحياة العملية فمن مهام وزير التربية أيضا الإشراف على تعليم الناس المهن والحرف المتنوعة طبعا اللازمة للمجتمع وكذلك عليه أن يشرف على تعليم الناس أساليب الزراعة وتربية الماشية مثلا وكيفية استصلاح الأرض أو استقلال الأرض يعني بطريقة صحيحة لأن العمل الأساسي والمركزي في مدينة الشمس يعني هو الزراعة اقتصاد هذه المدينة يقوم أساسا على الزراعة طبعا هناك وجود للصناعة لكن نرى أن التجارة تقريبا منعدمة لا يوجد تجارة فكل شيء مجاني في مدينة الشمس طيب الوزير الثالث وهنا ربما المفاجأة فهو وزير الحب والمحافظة على الجنس وزير الحب والمحافظة على الجنس ومهمة هذا الوزير تتعلق ب تنظيم العلاقات الجنسية طبعا من خلال سن قوانين يعني تحدد أطر هذه العلاقات وفي نفس الوقت يعني تعطي هذه القوانين أفضلية واضحة للعلاقات التي يعني الهدف منها الإنجاب كما على هذا الوزير وزير الحب والعلاقات والمحافظة على الجنس أن يشرف على إنتاج أحسن الأجناس طبعا من خلال مراعاة شروط معينة يعني عند إتمام العلاقة التي الهدف منها الإنجاب وكما في جمهورية أفلاطون كذلك سنجد في جمهورية أو في مدينة كامبانيلا فالجنس يعني تقريبا مشاعي الرجال مشاع للنساء مثلا تستطيع المرأة أن تختار أي رجل لتمارس معه الجنس وكذلك النساء يعني أيضا مشاع للرجال يعني لا يوجد علاقات يعني نهائية أو علاقات دائمة طبعا قد يستطيع الشريكين أن يبقى ياما بعض لكن هذا لا يعني يعني ملكية كل شريك للآخر إن صح التعبير وبالتالي لا يوجد زواج ولا استئثار في مدينة الشمس من ناحية العلاقة الجنسية ويضع ويضع يعني كامبانيلا في مكان مثلا عاطفة الزواج عاطفة الحب يقول بأن مكان العاطفة التي تنشأ بين الزوجين يعني هناك عاطفة تقوم على الحب والاحترام مكان عاطفة الزواج مثلا والتملك للشريك فهذا هو مجلس وزراء مدينة الشمس مؤلف من ثلاثة وزراء وزير دفاع وزير تربية ووزير الحب وطبع على رأس هذا المجلس الفيلسوف الحاكم طيب إذا عددنا بشكل سريع يعني بعض من سمات الحياة في مدينة الشمس فمثلا الوزير الذي يقصر في مهامه يؤزل على الفور يعني لا مناصب دائمة وإنما ما يحدد مثلا لنقل أحقية الوزير بالمنصب هو العمل وهو النتائج أيضا النظام السياسي المعمول به في مدينة الشمس هو نظام اشتراكي يعني كل شيء فيه مباح طبعا من ضمن قوانين تنظم سير المجتمع والأرض طبعا يعني ملك للجميع لا وجود لملكية خاصة ويتناوب الناس على العمل في الزراعة التي هي يعني مصدر الثروة القومية في مدينة الشمس وكل مواطن يعمل بحسب قدرته لكن يأخذ بحسب حاجته أيضا يحدد قانون المدينة مثلا عدد ساعات العمل بأربع ساعات فقط فقط أربع ساعات عمل طبعا حتى يكون هناك متسع من الوقت للناس لكي تتوجه نحو تحصيل العلم والمعرفة وممارسة الرياضة مثلا والفنون وتبادل الزيارات إلى آخره أيضا لا تمييز في الأعمال يعني داخل المدينة يعني بمعنى أن يعني أي عمل أي مهنة أي وظيفة يعني قد يمارسها الرجل وقد تمارسها المرأة طبعا إذا كانت تملك القدرة مثلا والكفاءة والمقدرة على ممارسة يعني بعض الأعمال الشقة فلا مشكلة ليس هناك وظائف محددة لأي من الجنسين وطبعا يعني لا وجود لي طبقات داخل هذا المجتمع فالناس سواسية لا يوجد غني أو فقير نبيل أو عامي سيد عبد إلى آخره الجميع متساوون في الحقوق والواجبات أيضا لا يوجد فقراء ولا ظلم اجتماعي ولا تمييز بل تسود داخل هذا المجتمع قيم المحبة والمساواة والعدادة ولذلك مثلا طيب لا يوجد محاكم أو سجون في المدينة طبعا الطعام والعلاج والثياب مثلا ويعني كافة مستلزمات الحياة مجانية كل شيء يقدم مجاني لذلك قلت قبل قليل بأنه لا توجد تجارة في مدينة الشمس كل شيء مجاني أيضا من جهة أخرى لا وجود لمعابد أو لنظام كهانة مثلا أو لمؤسسة لرجال الدين لبل دين مدينة الشمس الرسمي هو عبادة الإله القوي العادل الرحوم والشمس الرمز لوجه الإله والرمز لقدرته وعظمته ولذلك أطلق كامبانيلا اسم مدينة الشمس على مدينته الفاضلة والمثالية شكراً قليلاً